قد نقل ديوان الأميري للمواطنين والمقيمين الكرام تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمناسبة شهر رمضان عاده الله تعالى على وطننا العزيز والمواطنين الكرام بوافر الخير واليمن والبركات وأعلن ديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله وأسرة أل الصباح الكرام سوف يستقبلون كبار رجالات الدولة من المسؤولين وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء والسلك الدبلوماسي في اليوم الأول والثاني من هذا الشهر المبارك وذلك في ديوان أسرة أل الصباح الكرام بقصر بياننا كما أعلنت ديوان الأميري عن اعتذار حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه عن استقبال إخوانه وأبنائها المواطنين والمقيمين الكرام لهذا العام سائلا سموه المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والعافية وأن يتقبل صيامهم وقيامهم بالخير والبركة وتوجه الديوان الأميري بالدعاء للمولى جل وعلا أن يحفظ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدام عليهم نعمة الصحة والعافية وأن يعيد هذا الشهر الكريم على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والعزة والكرامة وأن يحقق لكافة الدول الإسلامية وشعوبها في مشارق الأرض ومغاربها كل ما تشده من رفعة وأمان وتقدم وازدهار